موسيقى مساء المحبة والسلام أنا عضوان الأحمر يحييكم في المدار موسيقى من المنفى إلى طهران ومن طهران إلى الملجأ مسيرة سازقارا الذي رافق الخميني في رحلة العودة وترجم 260 مقابلة صحفية له في باريس الرفيق الذي هرب وانشق بعدما شاهد دموية حرس الثورة يقول إن حرس المرشد إلى زوال ويصف ثورة شباب إيران بالأذكى تاريخيا أسرار وتفاصيل حملها أحد مواسسي الحرس الثوري وجاء بها من فرنسا ثم عاد بأكثر منها إلى واشنطن ونسأله نحن لماذا أسس حرس الثورة وكيف تحولت ثورة الخميني ضد الشاه إلى تصدير إرهاب وكيف يتغاضى الغرب عن إرهاب طهران ولماذا في المدار نعرف التفاصيل ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجدد مشاهدي المدار ورحب كذلك بضيفنا السيد محسن سازقارة الصحفي والناشط الإيراني مرحبا سيد سازقارة شكرا لدعوتكم سيد سازقارة أريد أن أبدأ معك عن سيرة كذاتية عن تفاصيل معينة قد يعرفها المشاهدة أو لا يعرفها أنت أحد مؤسسي الحرس الثوري أنت من الأشخاص الذين عادوا مع آية الله الخميني إلى إيران على متن الطائرة كيف بدأت فكرة الحرس الثوري ما الذي دار من حديث ليؤسس الحرس الثوري الثورة الإسلامية في إيران كانت ترافق موجة من الخطاب اليساري الغالب وكانت تراوذنا فكرة خوض حرب طويلة الأمد ضد الشاء والولايات المتحدة لذلك طرحت فكرة تشكيل جيش شعبي على غرار ويتكون أي جبهة الخلاص الشعبي الويتنامية والجيش الوطني الأمريكي في نوفل لوشاتو في المنزل الذي كان يقيم فيه الخميني في فرنسا أنا كنت عضواً في حزب نهضة إيران وكنت مسؤولاً عن هذا الأمر لكن الثورة الإسلامية انتصرت فيما بعد بأسلوب مدني بعيداً عن العنف ولم تحدث أي مواجهات مسلحة الثورة انتصرت بشكل سريع جداً خلال شهور لذلك تحولت فكرة تشكيل الجيش الشعبي لمواجهة نظام الشاء أو الولايات المتحدة إلى تجهيز هذا الجيش للدفاع عن البلاد ومساعدة الجيش التقليدي الموجود في البلاد وكذلك لمنع وقوع انقلاب على الثورة كنا نخشى كثيراً من الانقلاب نظراً إلى التجربة المرة للانقلاب السابق على الحكومة الوطنية لمحمد مصدق في العام 1974 هذه الأدلة كانت سبباً لتشكيل الحرس أي عملنا لتأسيسه من أجل توفير الأمن في البلاد وتجهيز الشعب من أجل الدفاع عن البلاد وكنا نظن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تهاجم إيران لكن بدلاً من ذلك شن صدام حسين حرباً على إيران كذلك كنا نهتم بمنع وقوع أي انقلاب ضد الثورة في الواقع هذه الأسباب الأساسية كانت وراء تشكيل الحرس الثوري بعد ثلاثة شهور من تشكيل الحرس تركت العمل في هذه المؤسسة وكنت من واضعي ميثاق الحرس الثوري وكان الميثاق يتضمن الأمور التي ذكرتها كنا ننوي تشكيل جيش شعبي إلى جانب الجيوش التقليدية في العديد من البلدان مثل الجيش الإسرائيلي أو الجيش السويسري أو الجيش الأمريكي لكن للأسف تحول بالتدريج خلال الثلاثة وأربعين عاماً الماضية إلى غول باسم الحرس الحالي وهو يناقض تماماً الميثاق الذي وضع فيما مضى فالحرس الحالي الآن كالأفعى التي لها سبع رؤوس فهو منظمة إرهابية وجهاز أمني يعمل مثل كي جي بي ضد الشعب ويقمعه وأيضاً يمارس التهريب ويتدخل في الشأن الاقتصادي لقد تحول إلى أدام صهرة تماماً مع حكومة ولي الفقيه في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعمل ضد الشعب بدلاً من أن يكون داعماً له لذلك يمثل انتصار الشعب في ثورته هزيمة الحرس الثوري وانهياره وهذه الأيام يسعى الشعب إلى ذلك سيد سازقارا على موضوع مهم جداً وهو ترجمة المقابلات أنت يعني من الأدوار التي لعبتها حسب المعنوات المتوافرة أنك ترجمت أكثر من 400 مقابلة للخميني في المنفى وسعت على ترجمة هذه المقابلات كيف كان يفكر؟ هل كان هو من يخطط لما يحدث الآن في إيران من انفلاث الحرس الثوري ومن تحويل الأداء الهابية؟ أم أن كانت المسألة هي تحويل إيران إلى جمهورية إسلامية؟ نريد أن تشرحنا عن فكر الخميني من خلال الاحتكاك والعلاقة المباشرة وترجمة كل هذه المقابلات الصحفية في المنفى كانت الترجمة إحدى مهامي في ذلك المنزل في باريس خلال المئة يوم التي قضيتها هناك قبل العودة مع الخميني في الطائرة نفسها إلى طهران حيث كنت أقوم بترجمة مقابلات الصحفيين كنا خمسة إلى ستة أشخاص نعمل على ذلك وكانت لدي أيضاً مهام أخرى في ذلك المنزل لكن إذا ما عدنا إلى المئتين والأربعين مقابلة للخميني التي جمعت في كتاب صحيفة النور كان يطرح في تلك المرحلة أشياء تتماشى مع تلك الفترة من بينها الحديث عن الحرية وحرية النساء والثورة ضد الدكتاتور عسكري وإقامة علاقات مع العالم لكن مع انتصار الثورة الإسلامية ووصول الخميني إلى السلطة تخلى بالتدريج عن هذه التصريحات خلال السنة الأولى من عمر الثورة توجه إلى رجال الدين الذين كانوا خلفه فسقطت حكومة مهدي بازركان المؤقتة ولجأ النظام إلى القمع والاعتقالات والتعذيب مارس الخميني النهج نفسه الذي كان قد اتخذه الشاه وكنا نعارضه لكنه ارتكب أضعاف ما كان الشاه يرتكبه كنت أنا ضمن الأشخاص الذين دخلوا السجن مرتين في الثمانينيات وبعدما تركت العمل مع الحكومة فاعتقلت مرتين أخرين وأغلق الصحف التي كنا ننشرها فقد أسس الخميني نظاما متخلفا يعود إلى القرون الوسطى ومناهضا للعالم المتحضر ونشهد آثار إجراءاته إلى اليوم التي أدت إلى تخلف البلاد وتأخرها سيد سازكارا هل فعلا أنت مؤسس شعار الموت لأمريكا أم أنها مجموعة استشارية كنت أحد منها يعني هناك تقارير أخرى في الواشنطن بوست يقال أن سيد سازكارا هو مهندس هذا الشعار ضد الولايات المتحدة الأمريكية حدثنا عن قصة الشعار وكيف بدأ شعار الموت لأمريكا لم أطرحه أنا بنفسي بل كان شعار الثورة الإسلامية لأنه ببساطة كانت الثورة ضد الشعار وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه كما كانت دعمت بالمشاركة مع بريطانيا الشعار في الإنقلاب على حكومة مصدق فإن الثورة ضد نظام الشعار كانت بطبيعة الحال ضد الداعمين له أيضا وهذا تماما شبيه بما يحدث الآن فإن النظام الحالي الصديق لروسيا يهتف المحتجون بشعار الموت لروسيا ويعبرون عن توددهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما شهدنا بعد هزيمة المنتخب الإيراني أمام المنتخب الأمريكي فإن الشعب قام بتشجيع منتخب الولايات المتحدة وهذا طبيعي جدا إذا كان الشعب ضد حكومة ما فإنه يتخذ موقفا ضد داعميها كان جيلنا ضد الشعب لذلك اتخذ مواقف ضد من كان يدعمه مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أما الجيل الحالي فيعمل ضد الجمهورية الإسلامية ونحن معه لذلك لا يعارض الولايات المتحدة بل يتخذ مواقف ضد روسيا والصين وهما من الداعمين لهذه الحكومة جميل سيد سيزقار أنت تحددت في البداية أنك حينما عدت إلى إيران وساهمت في تأسيس الحرس الثوري لم تستمر أكثر من ثلاثة أشهر هناك طبعا عدد من المناصب الحكومية لك التي تقلتها أيضا بحكم عملك في دائرة الضيقة للخميني ومن ثم تركت هذا الحرس الثوري وتركت البلاد لماذا تركت الحرس الثوري؟ لماذا تركت العمل مع الخميني؟ هل شعرت أن إيران ستتخذ منح ثوري دموي فعلا؟ أم أنك لم تحصل على شيء كنت تريده؟ حدثنا بكل شفافية عن هذه الأيام الأولى لك في إيران بعد العودة من المنفى ومن ثم بعد الخروج منها مرة أخرى؟ في الشهور الثلاثة الأولى من تشكيل الحرس الثوري لم نشهد الإجراءات الحالية لكنني خلال تلك الفترة رأيت إشكاليات أخرى مثل الرغبة الجامحة في الحكومة لتشكيل أجهزة أمنية وأدوات للاعتقال والتعذيب وكذلك سمعت تصريحات من رجال الدين الشيعة خلال الشهور الأولى حول استباحة التعذيب وهذه الأمور وهذه الأمور أحدثت تساؤلات لدي لذلك تخليت عن العمل مع الحكومة بالتدريج أما خلال الحرب الإيرانية العراقية كانت البلاد برمتها في خدمة الحرب وأنا كنت أعمل ضمن قطاع الصناعات الثقيلة ودعم البلاد في الحرب لأنه في تلك الفترة كان الشبان في البلاد يقتلون كما كانت هناك أسباب شخصية لاعتزالي عن العمل مع الحرس الثوري فالشهور الثلاثة الأولى كانت كافية لأكتشف أنني لست مؤهلا للعمل في القطاع العسكري أو الأمني أو الاستخباراتي لذلك عندما تركت الحرس الثوري ذهبت إلى الإذاعة والتلفزيون وكنت مديرا للإذاعة وكنت أحب هذه المهنة وأرغب فيها أكثر من غيرها جميل حدثنا عن الثورة بدلا من أن يكون حرس للثورة أصبح تصدير للثورة سيد سازقارا أمر غريب جدا كان هناك ثورة داخل إيران جاء الخميني وأسس الحرس الثوري يراد له تشكيل جيش شعبي ومن ثم أصبح تصدير الثورة جزء من الدستور اليوم الحرس الثوري موجود في اليمن موجود في العراق موجود في سوريا موجود في لبنان أصبح يتمدد شبكة مخدرات شبكة إدارة أو تهريب أسلحة تهديدات علنية للمجتمع الغربي لماذا انتقلت الثورة بدلا من هي في الداخل إلى تصديرها إلى العالم الإسلامي والعربي فكرة تصدير الثورة تحدث في جميع الثورات إذ بعد انتصار أي ثورة يتصور الثوريون أنهم قد اكتشفوا سبيلا جديدا للعالم ويهتمون بفكرة تصدير الثورة حدث ذلك في فرنسا حيث شهدنا حروبا نابليونية وكذلك شهدنا هذه الظاهرة في الثورة الروسية التي لجأت إلى تصدير الشيوعية وكانت تعمل على بث الفكر الشيوعي في العالم فيما يتعلق بالثورة الإيرانية فإن القائمين عليها يظنون أنهم يعرفون طريقا جديدا في العالم ويجب تصديره وبطبيعة الحال توجهوا إلى العالم الإسلامي قضية تصدير الثورة تتحول غالبا إلى حروب داخلية أو حروب استخباراتية أو تؤدي إلى التدخل في شؤون الآخرين وفيما يتعلق بالثورة الإسلامية فإنها لجأت إلى الإرهاب أصبحت هذه الأعمال منذ البداية من مهام جزء من الحرس الثوري سمي فيما بعد بفيلق القدس وفي فترة الحرب الإيرانية العراقية كانت مهامه دعم المعارضين لنظام صدام حسين لكن بعد الحرب تحولت إلى مؤسسة عملت لتشكيل منظمات إرهابية مثل الحرس الثوري نفسه في الواقع تحول الحرس الثوري إلى مؤسسة تعمل في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية والتهريب والدعارة وقد قامت هذه المؤسسة بتفريخ نفسها في المنطقة مثل حزب الله اللبناني الذي يعمل تماماً مثل ما يعمل الحرس الثوري وكذلك الحشد الشعبي في العراق أو الحوثيون في اليمن فإن هؤلاء ملوثون بجميع الأنشطة التي يمارسها الحرس الثوري ويمكن القول إنه في الوقت الحاضر نحن أمام مؤسسة كبيرة تمارس الإرهاب وتهريب المواد المخدرة والدعارة والقمار بواسطة الحرس الثوري وأذرعه في المنطقة مثل الحشد الشعبي والحوثيين في اليمن ويمكن القول بملء الفم أن هذه الشبكة تعمل من كابول إلى كراكاس وقد تحولت إلى بلاء لدول المنطقة وخارجها جميل سيد سازة قارس نحن بفاصل قصير جدا ومثم نعود لاستكمال ما تبقى من أسئلة معك فاصل قصير عزيزي المشاهدين ونعود معكم في المدار انتظرونا يواجه النظام الإيراني أكبر احتجاجات منذ سنوات اندلعت على خلفية مقتل ماسة أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق وامتد الحراك بعد أيام ليشمل جميع المحافظات الإيرانية في محاولة منها للسيطرة على المظاهرات قيادات السلطات استخدام تطبيقين انستجرام وواتساب واستتعهد الجيش بمواجهة مواصفه بمؤامرات العداء بعد اتهام معارضين إيرانيين مسلحين بالضلوع في الاحتجاجات نفذ الحرس الثوري هجمات عدة على قواعد للمعارضة الإيرانية المسلحة شمال العراق ومع اتساع رقاة الاحتجاجات وعجز السلطات لكن المحتجين واصلوا احتجاجهم بالرغم من القمع بعد أسابيع من الحراق عزز الحرس الثوري قواته في المناطق الكردية وواصل مع قوات البسيج قمع المتظاهرين ما أدى إلى مقتل المئات من بينهم أطفال وفي محاولة لاحتواء المظاهرات أعلن المدعي العام الإيراني حل جهاز شرطة الأخلاق من دون تأكيد رسمي فيما أعلنت السلطات مراجعة قانون الحجاب لكن ذلك لم يؤدي إلى تهديئة الشارع مرحب بكم مجددا مشاهدي المدار ورحب كذلك مجددا بضيفنا السيد محسن سازقارا أحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني والصحفي والناشط الإيراني المعروف مرحبا سيد سازقارا شكرا لاستضافتكم سيد سازقارا أريد أن أسألك على الماضي قبل أن نذهب إلى الحاضر يعني صراحة يعني رحلتك مع الخميني مثيرة ويعني أتمنى أن الوقت يطول حتى نقوم بعمل حلقة ثانية معك على هذه التفاصيل حينما كنتم مع الخميني في باريس أريد أن أسألك بكل شفافية هل كان يتحدث عن إعادة إحياء الإمبراطورية الفارسية هل كان يتحدث عن تصدير الثورة للخارج هل كان يتحدث بفكره عن مثلا مكة والمدينة أم أنه كان يعني هاجسه الأوحد هو داخل الإيراني لا أعرف إذا ما كانت هذه الأفكار تراود الخميني لكنه لم يبح بها خلال وجوده في فرنسا بعد سنوات أي بعد نحو عشرة أو أحد عشر عاما من انتصار الثورة سمعت من أحد المقربين إليه أنه كانت تراوده مثل هذه الأفكار إذ كانوا ينوون بعد تشكيل حكومة إسلامية في إيران تشكيل حكومات إسلامية في بلدان المنطقة ومن ثم تشكيل حكومة إسلامية في كل أنحاء العالم هذه الأفكار المريضة كانت تراود الكثير من الثورات على أي حال لم أسمع قط مثل هذه الأفكار خلال فترة المائة يوم التي قضيتها معه في نوفل لوشاتو في فرنسا وإذا كانت لديه مثل هذه الأفكار فإنها كانت في رأسه وفيما بعد كشف عنها وحاول تنفيذ مثل هذه الأمور الأنانية منذ العقد الأول بعد الثورة شهدنا طرح موضوع التدخل في البلدان الإسلامية ودول المنطقة من قبل بعض أجهزة النظام من خلال طرح شعارات مختلفة وبعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية توسعت هذه التدخلات بواسطة الحرس الثوري ومنظمة الدعاية الإسلامية وجامعة المصطفى العالمية وقد تحولت هذه الجامعة إلى معمل لتفريخ الإرهاب في قم وتصديره إلى العالم من خلال إرسال رجال دين شيعة إلى دول أمريكا الجنوبية أو إفريقيا بواسطة مبالغ كبيرة من موارد التهريب وإدارة دور القمار نظام الجمهورية الإسلامية ينفذ حالياً تلك الأفكار تلك الأفكار المريضة بشكل عملي وشكل تنظيمي أريد أن أسألك سؤال يعني على موضوع الأنشطة التي قام الحرس الثوري بتبنيها مثلاً منها غسيل الأموال وتهريب النفط والاتجارة بالمخدرات وبالجنس لماذا يتغاضل المجتمع الغربي سيد زازقارة عن هذه التفاصيل ويقوم بمصافحة إيران في الاتفاق النووي مثلاً لماذا يحاولون يعني تلطيف شكل النظام الإيراني ومصافحته وفي المقابل شيطنة حكومات وأنظمة أخرى في المنطقة هل هناك مصلحة مع الغرب بالتقارب مع إيران بالرغم من كل هذا الإجرام هل يعرف الغرب مدى الإجرام الحرس الثوري الإيراني ولكن مع ذلك يريدون أن يعقدوا صفقة نووية على حساب الشعب الإيراني وعلى حساب المنطقة أجبنا أو أحدثنا عن هذا التغاضي الغربي في التعامل مع إجرام الحرس الثوري الدول الغربية التي ذكرتها يجب أن تشرح مواقفها البلد الذي أقيم فيه أي الولايات المتحدة قطع علاقاته بإيران وكذلك كندا تعمل لمواجهة مسؤولي النظام لقد فرضا عقوبات كثيرة ضد إيران وإذا ما راجعنا موقع الخزانة الأمريكية سنجد أن هناك قائمة طويلة للعقوبات ضد النظام شملت مصارف ومؤسسات صرافة لكن فيما يتعلق بالدول الأوروبية ما تفضلت به صحيح هذه الدول كانت تتماشى قبل ثورة المرأة والحياة والحرية مع هذه الحكومة ولديها أسباب مختلفة من بينها أنها تعتقد أن العداد النووي يسير أسرع من العداد الديمقراطي في إيران فإن الأولوية هي وقف الأنشطة النووية لإيران لذلك لجأت هذه الحكومات إلى المفاوضات مع إيران لكن في الوقت الحالي لا توجد لدى هذه الدول مثل هذه الرغبة لأنها ترى أن وقوع ثورة حديثة مواكبة لتطورات القرن الحادي والعشرين الدول الأوروبية ترى في الوقت الحالي أن العداد الديمقراطي في إيران يسير أسرع من بقية العدادات من بينها العداد النووي في البلد لكن السبب الآخر لمماشات الدول الأوروبية لإيران وقد سمعتها من عدد من المسؤولين الأوروبيين أنهم يخشون من الخلايا الإرهابية العائدة لإيران في أوروبا برغم مراقبة هذه البلدان لعمل هذه الخلايا فإنهم يخشون منها ولا يرغبون بأن تتسبب لهم بمشكلات على أراضيهم أما السبب الآخر فيعود إلى المصالح الاقتصادية مثل تلك الأنشطة التي تربط عددا من الشركات الغربية بإيران ربما تكون هناك أسباب أخرى لهذا التسامح مثل الاعتقاد بأن الحوار والانتقاد ربما يؤديان إلى تغيير أفكار مسؤولين نظام مثل ما كانوا يأملون أن يعمل الحراك الإصلاحي في البلاد إلى تغيير وتعديل أداء النظام لكن هذه السبل انتهت بمأزق وفي هذه اللحظة التي نتحدث فيها فإن مواقف الدول الأوروبية والمسؤولين قد تغيرت تماما فقد شهدنا بيانات إدانة صدرت من البرلمان الكندي والهولندي وكذلك أعربت الأحزاب الأوروبية المختلفة عن دعمها للثورة القائمة في إيران ونتدوا بالنظام الإيراني وأعلنوا عن وقف المفاوضات النووية وأي مفاوضات أخرى مع إيران الاهتمام الحالي هو دعم الشعب في نضاله أمام نظام متورط بسفك الدماء جميل سيد سازقارة الآن أنت حدثت عن موضوع المرأة والحرية وثورة المرأة والحرية وكنت سأأتي لهذا في الجزء الثالث ولكن سأبدأ به الآن ثورة مستمرة لأكثر من شهرين جميع المحافظات تقريبا شاركت فيها هناك غضب شعبي كبير هناك قلق من الحكومة الإيرانية الحكومة الإيرانية بدأت بتهديد دول الجوار بدأت بتهديد قناة فضائية مثل إيران إنترناشنال بدأت بإصدار فتاوى غريبة الأسبوع الماضي أحد المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني يهدد الدول الأوروبية بأن يجب أن توقف الأنشطة الإعلامية للمعارضة الإيرانية وأنهم سيتلقون بعض الضربات الإرهابية إشرحنا عن ما يحدث في إيران الآن هل النظام فعلا قلق؟ هل الحرس الثوري فعلا قلق؟ لماذا لم يستطع بكل هذه آلة القمع الوحشية أن يسيطر على الغضب الشعبي لأكثر من شهرين حتى هذه اللحظة؟ مضى أكثر من عشرة أسابيع ودخلنا الأسبوع الحادي عشر من بدء الثورة لقد مضت ثلاثة شهور من هذا الحراك لكن النظام برغم الاعتقالات والتعذيب وقتل المحتجين فشل في وقف الحراك لقد قتلوا أكثر من 450 شخصا بينهم أكثر من 60 طفلا لكن النظام فشل أمام هذه الثورة برغم القمع وامتلاك أجهزة قمعية محتالة وجاهزة للمواجهة هناك أسباب مختلفة لهذا الفشل فالسبب الأول والمهم هو أنهم يواجهون ثورة حقيقية ومن سماتها الرقع الجغرافية الواسعة التي تتحرك فيها كما أن هناك عمق اجتماعي لهذه الثورة إذ شملت مجموعات اجتماعية مختلفة من الأغنياء والفقراء وشملت شرائح من أعمار مختلفة بينهم طلبة المدارس والجامعات والعمال والمعلمون وأساتذة الجامعات هذه الشرائح المجتمعية المختلفة خاضت الميدان وتشارك في الثورة وليس من السهل مواجهتها هذه الحكومة تعودت على التعامل مع حراك احتجاجي يمتد إلى خمسة أيام أو ستة أيام ومن خلال القتل والاعتقالات وبث الرعب تمكنت من وقف الاحتجاجات وتجميد النشاط المعارض فيما مضى لكن لم يتمكن النظام هذه المرة من إخماد هذا الحراك حيث الشجاعة التي يبديها الجيل الحالي خصوصاً النساء والاستراتيجيات المختلفة من خلال تنظيم تجمعات في أكثر من مكان ومن خلال المقاومة في الشوارع بشكل غير متمركز واختيار مناطق مختلفة للتجمعات كما يلجأ المحتجون إلى أساليب حديثة يمكنني إحصاء أربعين إلى خمسين استراتيجية خاصة بهذه الثورة الإيرانية إذ أن المحتجين تمكنوا من إضافة استراتيجيات جديدة إلى قاموس الحراك الثوري الذي يشمل ثلاثمائة وأربعين استراتيجية المحتجون يبدون الشجاعة في حراكهم ويتجنبون التجمع في مناطق بعينها ويتخذون أساليب حديثة فقد توسعت رقعة المعارضة للنظام لتشمل نسبة 85% والنظام يعترف بهذه النسبة هؤلاء لا يريدون النظام ويعملون لإسقاطه للتخلص من شره حتى تحل محله حكومة متحضرة مواكبة للقرن الحادي والعشرين ومواكبة للعالم المتطور بدلا من حكومة دينية من القرون الوسطى وقد تلخصت هذه المطالب بشعار المرأة والحياة والحرية لدى الشعب أمل بمواصلة النظال ونشهد تقدم هذا الحراك كما أن ماكينة القمع الحكومية قد تعرضت لأضرار أمام الشعب من رجال ونساء وفتيات وطلبة النظام كشف أنه إذا كان في الأوقات السابقة يشهد معارضة بنسبة 1% من منتسبي الحرس والباسيج لعمليات القتل فإن هذه النسبة تشمل في الوقت الحالي 70% منهم الكثير منهم ليسوا مستعدين لقتل مواطنيهم من أجل حكومة فاسدة ومرشد قاتل لذلك لجأت الحكومة إلى اللصوص والسارقين والمهربين والمجرمين إذ تدفع لهم مبالغ وتلبسهم لباس الشرطة لقمع الشعب كما ينشط بعضهم بملابس مدنية أو ترسلهم السلطات إلى الجامعات مرتدين لباس حراسة الجامعات مع هذا فإنه عندما تصدر بيانات للتظاهر على مستوى البلاد فإن النظام ليس لديه قوات كافية للقمع لذلك يترك المدن الصغيرة بيد المحتجين ولا توجد عناصر للقمع سيد زازكارة إذا تسمح لي بفاصل أخير قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى معكم الأسئلة على ثورة البرأة والحرية فاصل قصير عزيزي المشاهدين ونعود معكم في المدار انتظرونا مرحب بكم مجدد مشاهدي المدار راح كذلك بضيفنا السيد محسن سازكارة مؤسس أو أحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني والصحفي والناشط الإيراني مرحبا سيد زازكارة مجددا شكرا لدعوتكم سيد زازكارة كنا نتحدث قبل الفاصل على مسألة عدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الشارع الإيراني وتحدثت أنت مما شاهدته ورصدته أنه أكثر من خمسين إلى ستين تكتيك جديد استخدمه الشباب الإيرانيين في التظاهر واليوم دعنا نقول مر أكثر من أحد عشر أسبوعا على بدء التظاهرات لم تستطع لا قوات الباسيج ولا الحرس الثوري أبدا السيطرة على المظاهرات هل تعتقد أن الفترة القادمة استشهد مزيد من الانشقاقات مثلا هل تعتقد أن كثير من أجهزة الأمن كما قلت أنت قبل قليل بأنهم بدأوا يتجنبون مواجهة الشعب سيستسلمون للوضع سيقومون بإعلان الانشقاق عن حرس الثوري تأييد المتظاهرين أم تعتقد أن هؤلاء لا يستطيعون فعل ذلك لأنهم يخافون من الاغتيالة والقتل مثلا أنا أعتقد أن هذه الاحتجاجات التي أفضل تسميتها بالثورة سوف تنتصر لقد انضمت إليها شرائح مختلفة في البلاد ودخلوا الساحة للمطالبة بتغيير الحكم وهذا هو تعريف أي ثورة هذه الثورة لن تفشل بل ستنتصر صحيح أن التوقعات صعبة لكن من خلال مقارنة تطورات البلدان المختلفة سوف يتحقق هذا النصر ثورة المرأة والحرية والحياة تركز على المقاومة المدنية وتسير بشكل جيد من خلال المقاومة المدنية فهي تعتمد على ثلاثة أعمدة وتتقدم بشكل متناسق أحد هذه الأعمدة هي التظاهرات التي تجري بأشكال مختلفة ونشهد تقدمات هذه التظاهرات في الفترات الماضية من خلال أساليب جديدة وتتوسع باستمرار أما العمود الثاني فهو يتمثل في تجميد عمل الحكومة من خلال أنشطة مثل الإضرابات والمقاطعات وعدم التعاون مع الحكومة من خلال مثلا عدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والماء وكذلك من خلال العصيان المدني وفي هذه اللحظات التي نتحدث فيها الآن فإن سائقي الشاحنات يخوضون إضرابا في أكثر من 15 مدينة في البلاد كما شهدنا إضرابا في شركة صلب الحديد في أصفهان أو مقاطعة سلع شركات منتمية إلى النظام مثل منتوجات شركة ميهن للألبان وجي كالا أو البنوك التي تدر الأموال على الخميني والحرس الثوري أما العمود الثالث للثورة إضافة إلى التظاهرات وتجميل العمل مع النظام فإنه يتمثل في الانشقاقات في النظام وإدارة الظهر إليه وقد حدث ذلك في الكثير من القطاعات مثل القطاعات الثقافية وحتى القطاعات الدينية إذ شهدنا تخلي الكثير من منتسبي هذه القطاعات من الحكومة وقد يسقط النظام إذا ما توسعت هذه الانشقاقات لتشمل الأجهزة القمعية وفيما يتعلق بماكينة القمع والعسكر في البلاد فقد وقعت انشقاقات ملحوظة في جهاز الشرطة وكذلك في الحرس الثوري حيث لدينا معلومات تؤكد وجود تمرد في أكثر من 14 قاعدة للحرس أما فيما يتعلق بقوات التعبئة أي الباسيج فإن النظام يزعم أن لديه أكثر من مليونين ونصف المليون منتسب لكنه لم يلبي دعوات النظام إلا ما بين عشرين أو ثلاثين ألفا منهم فقط لذلك لجأوا إلى المجرمين لمواجهة الشعب كما يواجه النظام مشكلات في أجهزة مقربة منها مثل وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري ويتعاون بعض منتسبي هذه الأجهزة مع المحتجين وقد تضررت هذه الأجهزة القمعية أضف إلى ذلك أن الشعب الإيراني محظوظ بوجود مؤسستين عسكريتين في البلاد أي الحرس الثوري الذي يقود القمع حاليا والجيش الذي يبلغ عدد منتسبيه ثلاثة أو أربعة أضعاف الحرس الجيش في الوقت الحالي خارج معادلة المواجهات بين الشعب والنظام لقد عمل الدكتاتور في إيران لدعم الحرس الثوري ووضع في يده سيفا لمواجهة المحتجين خلافا للجيش الذي لم يخض أي مواجهة ضد الشعب كما أن الشعب ليس لديه مشكلة مع الجيش بل يثق به ويتوقع منه أن يخوض الساحة لدعمه لدينا معلومات تشير إلى أن أكثر من 11 قاعدة تابعة للجيش قد شهدت احتجاجات ضد النظام ويخشى النظام بشدة من هذا الوضع النظام سعى خلال السنوات الماضية إلى الاستعانة بالقوات الخاصة للجيش وبالتحديد القوات المعروفة باسم ذوي الخوذ الخضر لكنهم تمردوا على النظام واعتقل عدد منهم والخميني يخشى من التشدد في التعامل مع الجيش لأنه يعرف أن مواجهته تؤدي إلى تسريع انضمام أفراده إلى الشعب تنضم القوى المسلحة إلى الشعب غالبا في المراحل الأخيرة من أي حراك وأريد أن أقول هنا أن سيد سيزقارة هناك سؤال مهم في حديثك الآن كأنك تفصل ما بين الجيش والحرس الثوري كأنك تقول أن الحرس الثوري ليس هو الجيش الإيراني ولكن الجميع لديه تصور أن لا يوجد هناك جيش إيراني وأن هناك حرس الثوري هو الجيش وهو الشرطة وهو الباسيج وهو كل شيء هل عقيدة الجيش تختلف عن عقيدة الحرس الثوري؟ هل قادة الجيش لا يتبع المرشد بشكل مباشر ولديه منية على التمرد وقدرة على التمرد واتخاذ قرارات مختلفة؟ من يسيطر على التصنيع العسكري هو الحرس الثوري من يسيطر على الصواريخ بعيدة المدى وعلى الأسلحة الثقيلة هو الحرس الثوري اشرح لنا هذه المقاربة أو هذه المعلومة التي قلتها قبل قليل كيف هي عقيدة الحرس الثوري وكيف هي عقيدة الجيش من يأمر الحرس الثوري ومن يأمر الجيش ما تقوله صحيح تماما إذ أن كبار قادة الجيش يعينهم المرشد وهو قائد القوات المسلحة طبقا للدستور وقادة الجيش الحاليين أتى بعضهم من الحرس الثوري ووضعهم المرشد على رأس الجيش أو إذا كانوا من منتسبي الجيش فإنهم أسوأ من منتسبي الحرس أنفسهم من ناحية الفكر والأداء لكن هيكل المؤسستين أي الحرس الثوري والجيش يختلف تماما في الواقع يعمل الجيش على أساس عقيدة وطنية ويرى في مهامه الدفاع عن الأرض والشعب وهذه العقيدة منتشرة حاليا بين الجيش فإذا ما تعرض البلد إلى اعتداء أو تعرضت حدود البلاد إلى هجوم فإنهم يخوضون الحرب لكنهم لن يواجه الشعب أما الحرس الثوري فهو مؤسسة أيديولوجية تعمل على أساس عقيدة دينية تتبع عقيدة الحكم الإسلامي كما في الجيش هناك انضباط عسكري وتسلسل في المهام والمسؤوليات لكن الحرس كان من البداية مؤسسة فوضوية ويضم أقساما ليس لديها أي ارتباط بالأخرى كما أن الجيش لم ينخرط في الفساد الاقتصادي والسياسي والاشتباكات الإرهابية خارج حدود البلاد والتهريب كذلك لكن الحرس الثوري ينخرط بشكل كامل في هذه الأنشطة خرض الحرس الثوري الانتخابات المختلفة في البلاد كحزب سياسي في حين أن الجيش بعيد جدا عن السياسة وللحرس الثوري أجهزة أمنية ومهربون يعملون ضد الشعب أما الجيش فلم يكن كذلك في الواقع إن طريقة تدريب منتسبي المؤسستين يختلف تماما خلال الثلاثة وأربعين عاما الماضية كان الحرس أكثر قربا من النظام وقد منحه الكثير من التنازلات ومنح منتسبيه رواتب كبيرة لذلك فإن منتسبي المؤسستين ليسوا مقربين من بعضهم إلى بعض لدى منتسبي الجيش مواقف معارضة للنظام مع هذا يعاني النظام في الوقت الحالي من مشكلات في الهيكل العام للحرس الثوري بغض النظر عن مئة أو مئتين أو خمسمائة من كبار قادة الحرس فإن منتسبي الحرس الثوري يرون وجود قادة فاسدين على رأس هذه المؤسسة كما ذكرت للمؤسستين مهم مهام مختلفة فالجيش بقي وفيا بمهامه ويرى الدفاع عن البلاد والشعب من مهامه الأساسية في حين أن الحرس متورط بالمئات من المهام الأخرى بدءا بمحاولة صنع قنبلة نووية إلى شرائح إلكترونية واعتقال المعارضين وتعذيبهم والتدخل في الشأن السياسي من خلال إرسال منتسبيه إلى البرلمان أو ممارسة الإرهاب في المنطقة الحرس الثوري متغلغل في أجهزة النظام لذلك يرى الشعب أن الحرس الثوري هو الطرف الذي يجب مواجهته ولذلك يسعى إلى أخذ حقه منه أتوقع أن الحرس الثوري سينهار وسينتصر الشعب وسيبقى الجيش متماسكا إلى جانب الشعب للدفاع عنه يعني أريد أن أسأل سؤال ولكن أيضا تعليقك هذا استفزني لأسألك سؤال آخر سيد سازقارة أنت تقول أن الحرس الثوري سيزول لنفترض فرضية ولا نستطيع التنبب بالمستقبل أن النظام الإيراني سقط هل سيسقط الحرس الثوري معها من الحرس الثوري أقوى من النظام وأقوى من الجيش وسيكون باقي بشبكاته المتعددة سواء في الداخل أو في الخارج سوف تتفكك مؤسسة الحرس الثوري لكن منتسبيه لا يمكن القضاء عليهم جميعاً خصوصاً أن الكثير منهم ينضم إلى الشعب بالتدريج فبعد إسقاط النظام لن نرتكب الخطأ الذي ارتكبه بول بريمر في العراق لن نعمل لحل الجيش والأجهزة الأمنية في ليلة وضحاها إنهم يملكون السلاح لذا فإن عملنا على ذلك تتفشى بينهم البطالة ومن المحتمل أن يلجأوا إلى تشكيل مجموعة تعمل ضد الشعب وقد يؤدي ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار هناك مشاريع جيدة لتلك المرحلة تقضي بحل مؤسسة الحرس الثوري والاستعانة بالمنتسبين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ أيديهم بالجرائم فمثلا العسكر وبينهم من ينخرط في صفوف الجيش أما القطاعات الاقتصادية للحرس فتسلم إلى الشعب لتعود إليه سيبقى منتسب هذه الشركات في مهامهم لكن إدارة الشركات الاقتصادية تعود إلى الشعب أما منتسبي الأجهزة الاستخباراتية الذين لم تلوث أيديهم بالجرائم يمكن ضمهم إلى جهاز أمني جديد غير وزارة الاستخبارات الحالية للحفاظ على مصالح البلاد هناك أقسام يجب حلها من بينها فيلق القدس الذي يضم 14 ألف منتسب يجب حل هذا الجهاز بشكل كامل ومحاكمة المجرمين منهم بشكل عادل وإحالة ما تبقى منهم إلى التقاعد أو إعادة تأهيلهم وإرسالهم إلى قطاعات أخرى أما المتورطون بالتهريب والدعارة والقمار فيجب حلهم ومعاقبة منتسبيهم وإعادة أموالهم إلى الشعب ووقف أنشطتهم هناك مشاريع لحل الحرس ودمجه في مؤسسات الدولة بعد إسقاط النظام لكن بالتأكيد فالمجرمين والفاسدين منهم يحاكمون في محاكم عادلة سيد محسن سازقارة قبل أن نختم سنختم الآن ولكن أريد أن أطلبك أيضا أن نقوم بتسجيل حلقة وحلقتين أخرين في المستقبل عن الحرس الثوري بتفاصيله عن تنظيم القاعدة والعلاقة مع النظام الإيراني على الشبكات الإجرامية في العالم ولكن للأسف وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وسيد محسن سازقارة أحد مؤسسي الحرس الثوري والصحفي وناشطة إيراني كنت معنا في المدار شكرا لك شكرا لكم معزي المشاهديين إلى مدارا جديد الأسبوع المقبل ألقاكم